مئة بالمئة زيادة جنونية في أسعار أعلاف الدواج في الظرف سنة فقط حيث حتم على المربين شراء الأعلاف بـ 9000 دينار للقنطار الواحد بعدما كان سعره لا يتجاوز 5000 دينار أما سعر الصوص الذي كان يتراوح سعره بين 50 إلى 80 دينار أصبح سعره اليوم 170 دينار وهو ما يلزم المربي برفع أسعار اللحوم البيضاء بالأسواق تفادياً للخسارة تحكم الخواص في أسعار الأعلاف أثر بصفة مباشرة على المربي وما نتج عنها ارتفاعاً في أسعار اللحوم البيضاء خاصة ونحن على مقربة من شهر رمضان حليم المربي، كدرهم يشير في الأعلاف؟ في السوق التراوح بين 700 إلى 800 دينار للقنطار كل الأعلاف كان دجاج اللحم وكان دجاج البيض كل واحد الأعلاف تعوى على حسب تركيبها ولكن هنا الأساس تعانوا شي هو كي المستمرين الجزائريين يلقوا تجاعة من الدولة ويرحوا يديروا إنزوا دورة في الصحراء إن شاء الله لنتهنوا من المشاكل كلها الأسعار تبقى كما يراهي يمدوا السي سي ألاس أو لا يمدوا اللون أب هذي هي ديرنا بري ما تزيد لناش كما يشعير كما يلقم ما تقدرش تزيد، اخترتها دولة هي معادلة تجارية تربط بين مستوردي الأعلاف ومربي الدواج وتنعكس بصفة مباشرة على المستهلك الذي يتخبط بين مطرقة المستورد وسندان المربي اشتركوا في القناة